بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بإذن الله سنتحدث عن الـ Installation للسنتوس Operating System وهنتحدث عن Core Command لينكس بشكل عام في البداية نحن كما سطبنا الـ VMware Player سنتجد أن نعمل عليه دلوقتي ونسطب عليه Virtual Machine في البداية ندوس على Create New Virtual Machine طبعا عندما يمكن تحدد اللوكيشن بتاعتها ولكن سنقول له أول Install Operating System وهنا نتعامل إن نحن بنكارية Virtual Machine عادي خالص من غير ما نحدد الفايل آيزو بتاعنا هنقول له هنا إن Operating System بتاعنا هو لينكس تحديدا سنتوس 8 64 بت ده اللوكيشن بتاعت الـ VMware هتكون موجودة فيه بالضبط أو الـ Virtual Machine هتكون موجودة فيه أنا حطيتها نزع عندي في الـ D فولدر اسمه VMs تحديدا الـ VMware واسم الـ Distribution أو اسم الماشين دي سنتوس 8 64 بت الفكرة إن أنا مثلا بحط الحاجة في ديسك تاني غير السين مثلا إن أنا بحيث إن أنا أحب تغير الـ Host Operating System اللي هو الـ Windows اللي أنا أشغل عليه ما يأثرش الـ Virtual Machine بتاعتي فحاجة واجهة بعد كده أقول له مثلا أولى Virtual Machine وأبدأ أختار المكان اللي فيه Virtual Machine بتاعتي وأبدأ أشغلها على طول هتديل هنا مساحة مثلا 40 جيجا تمام؟ أقول له Next هتديل هنا هتديل هنا هتديل هنا أربعة بالنسبة للـ Printer أنا مش محتاج فممكن نعمل الـ Remove من هنا وقال له هنا Close Finish أنا كده كريت الـ Virtual Machine بتاعتي ولو فتحتها دلوقتي ماشتشتغل لإن ما فيش الـ ISO أو أنا مادت لهاش الـ ISO بتاعتي الـ Operating System فممكن نقول له هنا Edit Virtual Machine واجه عند الـ CD واختار Use ISO image فهتدي أدوس هنا على Browse عشان أختار نسخة الـ Synthos اللي أنا عزلتها الـ ISO فايل وهتديل أختاره من هنا وقال له OK بعد كده أرام الـ Virtual Machine بتاعتي تمام؟ أختار Install , هتديل يسأني عن اللغة اللي أنا أريد ستطب بها المشين بتاعتي أو تكون بها المشين بتاعتي فأختار اللي هي الإنجليش United State قال له Continue هنا بقى أنت بتعمل شوية حاجات بسيطة قوي أنك بتروح مثلا لـ User Settings وتحط باسود للـ Root Account بتاعك ده زي الـ Administrator بتاع الـ Windows كده تمام؟ وتقول له Done بتبتدي تعمل هنا الـ Installation على الـ Disk بتاعك بختار الـ Disk وقال له Done تمام؟ كده هتدي يختار الـ Disk بالنسبة لـ User بتاعي أنا هروح عند مثلا لو تلاقيت حاجة نقصة هو بيقول لك أنا Please complete items marked in icon before continuing the next setup نختار الـ Disk تاني تمام؟ هتلاقي بعد كده فتحت لك اللي هي الـ User Creation هتدي تدي له الـ User بتاعي مثلا مصطفى وحط له الـ Password بتاعي طبعا بتقول له Make This User Administrator عشان يبقى لي صلاحيات ان انا اعرف اصطب سوفتوير او اشيال حاجة مثلا او تبقى ليه permission كافية يعني على الماشين دي أنا بقول لك require password to use this account يعني يطلب مني الـ Password اللي أنا عايز نستخدم الـ Account Out ولا يعمل لوجين على الماشين على طول فقول له لأن انت تريكوير عادي الـ Password وانا داخل على الماشين قول له هنا done بعد كده بيجين Installation وهيبتدي يستطب الـ Distribution بتاعتي على الـ VMware Player دلوقتي هو خلص الـ Installation بتاعته بعد ما بياخد وقت شوية في الـ Installation بنقول له reboot للـ System ويبتدي يعمل reboot بعد الـ Installation ويبتدي يفتح لنا نظام التشغيل بتاعنا بعد ما بيفتح بيسألنا على License Information فهندوس عليه هنا نقول له I accept license agreement بعد كده نقول له done بعد كده Finish Configuration ويبتدي يفتح معنا نظام زي ما انتوا شايفين بندخل له الـ Password وبالشكل ده بيفتح معنا نظام التشغيل بيسألنا عن اللغة اللي احنا بنستخدمها نقول له ماشي English نيكست ماشي هو عايز مننا ياخد مننا اللوكيشن بعض من الـ Application تاخد اللوكيشن بتاعتنا لو انت عندك أكاونت نيكست كلاود او مايكروسوفت او جوجل ممكن تضيفه لنظام التشغيل بتاعك فهنقول له skip Start using CentOS Linux OS بعد كده هنقفل برضو الويندو دي دي بتعرفك بس الحاجات الأساسية بتاعت الـ Operating System ان انت عايز تتعرف على UI بتاعته بشكل كامل فهنقفلها ونبتدي نشتغل زي ما انتوا شايفين على الـ Distribution بتاعتنا اللي هي الـ CentOS طبعا بكل بساطة او بسهولة جدا كأي UI بتستخدمها هنا بتدوس على Activities اللي فوق بتظهر لك هنا الـ Firefox كبراوزر ليك الـ Software Center زي الـ Play Store كده في الـ Android لو انت متعملش مع Software Center على الـ Windows مثلا عندك هنا الـ Files وعندك الثور من الوضع اكتر حاجة احنا نركز عليها في خلال الميديو بتاع Linux عموما وهنا في الجوزق بتاع الفائلز بتلاقي في الفائلز بتاعتك زي اليوزر عادي اللي في الـ Windows بتبقى قوة ديسكتوب الـ Documents وفولدر Music ولذلك كل الفولدر اللي هي الـ Favorites بتاعتك الـ Other Locations ده بقى موجود فيه الـ Diskات بتاعتك لو فيه ديسكتين غير اللي أنا مسطب عليه الـ System اللي هو ده الاساسي تمام؟ في عندك الثورة في عندك الفيديوز والـ Start دي او الحاجات الفيفوريت بتاعتك والـ Recent اخر حاجة انت كتب تستخدمها فزي الفائل منجر العادي خالص تاع الـ Windows عندك الفائلات بتاعتك تقدر تبراوز مثلا الـ Computer وتلاقي الـ Hierarchy او النظام التشغيل بتاعك الـ System متقسم ازاي في خلال الجزء اللي جاي ده هنبتدي نتعرف على Core Command بتاعت Linux طيب احنا نبدأ نتعامل مع سطر الأوامر خاص بـ Linux او Linux Command Line ولا عايزك تعرفه ان Linux زيه زي اي نظام تشغيل عادي خالص انت حتى ممكن تستخدمه كنظام أساسي بديل للـ Windows عندك طبعا لو انت عارف كيفية تستخدمه كنظام أساسي عشان ما يبقاش في أول استخدامك ليه انت مش عارف تشتغل عليه كويس فيبتدي ان انت مش عارف سطب عليه حاجة او عارف تتعامل معاه فاحنا بنستخدمه على VM او بنستخدمه على Virtual Machine بحيس ان احنا نبقى لينا مطلق الحرية لان احنا نلعب فيه براحيطنا ولو حصل اي مشكلة ممكن نسلطه بالـ VM مادي تاني مش مشكلة ومانأثرش على السيستم بتاعنا فهو انظام تشغيل عادي خالص انت ممكن تستخدمه زي ما ترك بديل للـ Windows وزي وزي انظام تشغيل في الـ applications بتاعته في حزمة البرامج بتاعته طبعا اللي ممكن تستخدمها سواء في كل اعمالك يومية عادي زي وزي الـ Windows بالظبط طبعا زي ما قلنا ان احنا هنبتلي نشتغل على الـ Linux Command Line او الـ Terminal دي والـ Terminal دي اسمه Terminal Emulator او اللي انتا شايفو ده برنامج بـ Emulate أو بـ Simulate الـ Terminal بتاع الـ Linux طبعا فيه اكتر من نوع Terminal ممكن تستخدمه بس هو كل الـ Linux System او كل Distribution تحديدا بتبقى جاية بـ Terminal Emulator خاص بيها تمام؟ وكل وظيفتها انها بتروح تاخد القوامير دي منك وتديها حاجة اسمها الـ Pash Terminal او الـ Pornigate Shell تماما الـ Pash Shell دي هي مش اسمها Pash Shell والـ Pash Shell دي هي اللي بتـ Execute الـ Command ده على الـ System تمام؟ والـ Terminal Emulator زي ما قلت او الـ Terminal اللي قدامك ده هو المسؤول عنه ياخد منك الـ Command دي يروح نفزه على الـ System في البداية انت عندك هنا الـ Linux زيه زي الـ Terminal دي شبه الـ CMD بتاعت الـ Windows يعني انت لو فتحت الـ CMD بتاعت الـ Windows الطبيعي خالص انها بتكون موجودة في الـ C في الـ Users في مصطفى وده الـ Home Directory بتاعي او بيسموه كده الـ Folder بتاع الـ User بتاعي نفس النظام هنا بالضبط بالنسبة للـ Linux ده الـ Home Directory او الـ User بتاعي دي الـ Directory بتاعي الـ Folder بتاعي الـ Folder بتاعي الـ Downloads والـ Documents والـ Desktop والدنيا دي كلها ولو فتحت الـ Folder تاع الـ Desktop ده هلاقي الملفات الموجودة عندي على الـ Desktop كذلك عندي هنا برضو في الـ Windows انا لو فتحت الـ Folder بتاعي اللي هو الاسموه مصطفى ده او عندك انت في الـ Windows جربها هيفتح اسم الـ User بتاعك هتلاقي الـ Desktop والـ Downloads والـ Document صغيره تمام؟ نفس النظام هنا في Linux انت لما بتفتح الـ Terminal بتكون موجود في الـ Home User بتاعك او في الـ Home Directory بتاعي بتاع الـ User بتاعك جميل؟ وعندك هنا طبعا السيستم الفولدرات بتاعه ممكن تفتحها عادي خالص عندك هنا الـ Other Locations ده بتفتح لك الـ Discs اللي موجودة عندك زي الـ C في الـ Windows والـ D وغيره فانا ما عنديش غير ديسك واحد بس اللي هو الكمبيوتر دوت اللي هو يعتبر الـ C بتاع الـ Linux او الـ Root بتاع الـ Linux بنسمي هنا الـ Root ديسك بتاع الـ Linux ده الدسك الاساسي اللي محتفظ بالـ System بتاع الـ Linux تمام؟ وبيعد كده بيجي تحتيه اي حاجة الـ Root Disk بتاع الـ Linux طيب تمام؟ في البداية عشان نتعرف على موضوع الـ Command Line بتاع الـ Linux واحنا بإذن الله برضو في الجزء بتاع الـ Windows هنتعرف على الـ Command Line بتاع الـ Windows لازم تعرفوا ان كل ما اللي انت بتعمله هنا انت بتكتب Command معايا وبيتدوس Enter بيتنفذ الـ Command ده على الكمبيوتر بداعك طيب خلينا نتعرف في البداية على اول Command هنشوفه هو Ls Ls ده فكرة انه بيعرض بيعرض محتوى المكان اللي انت فيه بمعنى انه لو موجود هنا في الـ Home User وقلت له Ls فقدر اعرض محتوى الـ Home Directory بتاعي اللي هو الفولدر ده تمام؟ فهنا مثلا انا عرضت محتوى الـ Home Directory بتاعي فهتلاقي موجود هنا Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures وإلى آخره تمام؟ نفس الفكرة نفس الفكرة برضو في الـ Windows بـ Command تاني بس احنا بنتعرف على Linux زي ما قلنا فهنا وظيفة الأمر اللي اسمه Ls ده انه بيعرض لي محتوى الفولدر طيب فيه Command تاني انا اتعرف عليها بس في البداية احب اعرفكو على حاجة بسيطة قوي عشان هترايحنا كمان قدام لينكس من اسم فيه الـ Command لعدة انواع اضافية لي فيه حاجات بنسميها وفيه حاجات بنسميها الـ Options تمام؟ بمعنى فيه سويتش اللي سويتش دايما بيـ Add feature فيه الـ Command يعني بيضيف ميزة في الـ Command او في الأمر تمام؟ انما الـ Option ده الحاجة اللي انت عايز تطبق عليها الـ Command ده ذات نفسه بمعنى ان انا لو عايز اضيف فتشر للـ Command اللي قدامي ده اللي هو الـ Ls ان اعرض لي الحاجات بشكل طيب مختلف عن ده يعني شكل تاني مختلف عن اللي انا عرضه ده فقولوا Ls-L أو Dash-L يبتدي يعرض لي الـ Content بتاع الفولدر اللي انا فيه بشكل لستة ويقول لي الـ Permission أو الصلاحيات بتاعتها واسم الـ User الـ Owner للحاجة دي تمام؟ والCreation date بتاعها طيب تمام؟ بالنسبة بقى للـ Option الـ Option ان انا احدد له المكان اللي هيتم فيه الكلام ده بمعنى ان انا ممكن اقول له Ls-Downloads فيبتدي يعرض لي المحتوى الحاجة اللي في الـ Downloads طبعا ان انا الـ Downloads عندي فاضي مفوش حاجة فمعرض ليش حاجة تمام؟ فالفكرة كلها ان Ls لوحده هو الـ Command ده الـ Option اللي بيقادل Feature بتاعه ان اعرض لحاجات بشكل List بشكل ده طيب الـ Option ان انا ممكن ادي له ده الـ Downloads تمام؟ ان الفولدر معين هو اللي هيعمل له الحركة دي او هيارد لي محتوى البتاعة فلو قلت له Ls-Downloads هيبتدي يعمل نفس الموضوع ده في الـ Downloads هنا قال لي Total 0 ما جاب ليش حاجة موجودة تحت ما جاب ليش حاجة دي زي هنا برضو عشان قلنا ان الفولدر ده فاضي طيب هل فيه Option تاني؟ هل فيه خاصية تانية او Feature تانية؟ ممكن تضفه له command ده؟ اه ممكن اقول له Ls تمام Ls-A أو Dash-A دي بتاعة الـ Hidden Folders والـ Hidden Files في Linux فلو جيت انا حتى هنا عندي لو عملت هنا وقلت له Show للـ Hidden Files هتلاقي الفولدرات اللي هي جاب لي قبلها دوت دي موجودة عندي هنا ودي معلومة لك ان اي فولدر او اي فايل بيبتدي بـ . بيبتدي بكلمة . في Linux بيبقى hidden وكذلك الموضوع على الاندرويد على اجهزة الاندرويد اي فايل عندك هتبتدي تسميه بـ . قبلها الفايل ده هتقلب hidden على طول تمام؟ دايما اي حاجة معمولة hidden في Linux بتبقى قبلها . وكذلك في الاندرويد لان الاندرويد اساسا مبني على Linux طيب ايه اللي ممكن اعمله انا ممكن كمان اضيف اتنين سويتش في نفس الكمند ممكن اقول له ls-l-a تمام؟ بيبقى انا كده ضفت الى switch بتاع ال-a وضفت الى switch بتاع ال-list قصدي اللي هو ال-l والسويتش بتاع اللي هو بيجيب hidden files اللي هو ال-a ممكن اكتبوهم بالشكل ده ls-a-l dash a dash l هيعمل نفس الـ option او ممكن اقول له مثلاً dash l dash a مش هتفرق بس الفكرة كلانك ممكن تكتبوهم منفصلين في بعض الكمند وممكن تكتبوهم متصلين زي ls-la يارضهم لك بالشكل ده طيب ايه بقى فكرة زي ما قلنا ان دولت كلهم hidden الملفات اللي مبتدية بس في فكرة هنا في حاجة ان في فايل اسمه . وفي فايل تاني اسمه . هنتعرف عليهم دلوقتي في الكمند اللي جايه ده دلوقتي انا عايز اروح للفولدر اسمه downloads فهقول له cd الكمند ده بقى اتعرف عليه اسمه change directory او ده بيغير الفولدر اللي انت موجود فيه بمعنى كلمة change directory بيغير الفولدر اللي انت موجود فيه لو قلوه cd downloads cd downloads هبتدي يوعديني على الdownloads طيب انا موجود دلوقتي في الفولدر تاع الdownloads هتلاقي حتى مؤشر الترمنال بتاع هتغير ما بين مصطفى و localhost بقى downloads جميل فانا دلوقتي موجود في الفولدر تاع الdownloads لو قلت له هنا ls مش هتلاقي فايل لو قلوه ls-a هتلاقي . . ولو قلوه ls-l عشان يرد هومي بشكل list هتلاقي فيه فولدر اسمه . وفيه فولدر تاني اسمه . في الحقيقة ده مش فولدر بالزلط هو اعتبر زي dink او short cut . معناها الفولدر اللي قابل منك تمام؟ وال . الواحدة معناها الفولدر اللي انت فيه حاليا بمعنى انه قلوه cd-dot-dot هارجع للفولدر اللي انا كنت فيه قبل كده اللي هو ال home director بتاعي اللي عملت هنا ls هتلاقي ال home director بتاعي لو قلوه cd-downloads هتلاقي ان انا موجود في ال-downloads طيب هوم ليه حطوا . و . على سبيل المثال لو انا عايز اروح ال home director بتاعي وانا موجود في ال-downloads الطبيعي ان اقول له cd-home تمام؟ مصطفى و اقول له enter وارجع تاني للفولدر بتاعي تمام؟ نرجع تاني لل-downloads بس اقالك باختصار شديد جدا ممكن لو انت جوا فولدر طويل جدا خالص او المكان اللي انت عايز تروحه مثلا بعيد ممكن تقول له cd-dot-dot فنفترض ان انا جوا ال-downloads جوا حاجة جوا حاجة جوا حاجة وعايز ارجع للفولدر اللي قبله على طول هل بالمعقول ان انا هقول له لا هاتلي بقى من اول السيستم خالص cd-home-mustafa-downloads هكذا الحاد ما وصل للفولدر اللي قبل الفولدر اللي انا فيه؟ لا فقالك cd-dot-dot دي بترجعك للفولدر اللي انت قبل الفولدر اللي انت كنت فيه على طول مباشرة طيب وال-dot ايه لازمتها ال-dot هنشوف استخدامها كمان شوية فان انت ممكن مثلا تكوبي فايل في المكان اللي انت فيه او مش عايز تروح تجيب فايل من حتة بعيدة للقوماند طويل مثلا شوية وعايز تختصر وبتقول له dot انقلولي في المكان اللي انا فيه دلوقتي على طول تمام؟ هنشوف الموضوع ده يبقى وضح وانت بتشوف القوماند بتاع ال-copy او ال-move للفايل طيب القوماند اللي بعد كده اللي هو ال-pwd وده بيقولك انت مكانك فين دلوقت print working directory او بيعرفك الفولدر اللي انت فيه حاليا تمام؟ ده فكرة ال-pwd ده بكل بساطة مش محتاجين نعرف اكتر من كده طبعا احنا مش جايبين لنا هنا وكدنا فين تحديدا في terminal بتاعنا بس هو هنا انت لما بتكتب pwd بيقولك ان انت موجود في ال-slash home في ال-slash اللي هو موجود مقصوب بيها ال-c مثلا على سبيل المسال لو فتحنا هنا ال-cmd بتاعت ال-windows ال-slash دي فنفترض ان هي ال-c جميل ال-slash دي معناها ال-c تمام؟ وال-home معناها users تمام؟ ومستفى ده الفولدر بتاعك نفس النظام في ال-windows جميل دلوقتي احنا عندين ال-pwd-zaman عندينها كومنت تاني اسمه cb تمام؟ ده بيكوبي فايل او بيكوبي فولدر من مكان لمكان طيب جميل خلينا نعمل هنا فايل ما فيش هنا نيو فايل طب خلينا نجرب نعملها بكومنت تمام؟ فيه كومنت كده عشان بس ايه ما موجودش ندور كتير فيه كومنت بسيط خالص بيكوبي فايل اسمه touch تمام؟ تتش ده بيكوبي فايل ايه ان كان انت عايز نوعه ايه فهنقول له touch فايل اسمه file.txt هنعمل فايل كده الفكرة بقى ان احنا عايزين نقابل الفايل ده جوه الدولود مثلا فاوله cb file فيه الدولودز دولودز انا تقريبا بكتب كابيتل دولودز لو جينا فتحنا الفولدر هنا هتلاقي الفايل ده موجود خليه نمسحه باوريكو حاجه تانية تمام؟ انت ممكن تكوبي الفايل ده تكوبي الفايل ده وانت بتعمله وكوبي تغير اسمه ازاي؟ انا ممكن بكل بساطة اقول له cb file.txt حطه في الدولودز باسم مثلا new.txt فبالتالي هنقل نفس الفايل ده نفس الفايل بنفس المحتوى اللي فيه هنا باسم تاني اللي هو new.txt طيب ده بالنسبة للكومند اللي هو cb بالنسبة للكومند تاني اسمه mv ده بيموف الفايل من مكان لمكان لو قلت له هنا mv mv الفايل اسمه file.txt تمام؟ فيه هبتدين الفايل ده من المكان اللي انا فيه للدولودز ولو تلاحظوا ان الفايل اختفى وهتلاقيه موجود هنا في الدولودز خلينا نعمل هنا cd دولودز ندخل جواه فولدر تعال دولودز و اعزوا ريكو حاجة ضريفة جدا الكمند بتاع mv مش بس بينقل الفايل او بيموف الفايل لا اهو كمان بيعمل له rename يعني انت ممكن تقوله mv فايل تاني اسمه new file.txt هتلاقيه عمل لك rename للفايل في mv تقدر تستخدمه في النقل او تقدر تستخدمه في الاعادة التسمية وبرده في نفس الوقت انت وبتنقله ممكن تقوله mv file.txt للدولودز وبتسميه باسم تاني مثلا new file فبتالي هينقله و يسميه في نفس الوقت تمام؟ عنده الكمند بسيط كده انا اتعرف عليها السرية اسمه clear ده بينظف الشاشة بتاعت الترمنال لو كنت كتبت حاجات كتيرة وعايز تنظفها كده بتقوله clear او بتقوله ctrl-l في اغلب الشيل بيروح اعمل لك clean لترمنال اسكريم بتاعتك ctrl-l او clear تمام؟ الكمند التاني هو rm rm ده بيرموف فايل او بيدليت فايل فخلين قوله rm الفايل اسمه newfile.txt فهتلاقيه مساح الفايل ده طيب نرجع تاني الهوم بتاعنا نرجع هنا تاني بالشيل برضو للهوم ديركتر خلينا نكريت فولدر تمام؟ نشوفوا الكمند اللي بيكريت فولدر ايه هو makedier مثلا test هتلاقيه اعمل فولدر اسمه test زي ما انتم شايفين طيب لو انا عايز اعمل فولدر واسميه باسمي مثلا مصطفى عبد السلام هعمله ازاي اقوله makedier مصطفى او mk مثلا فولدر اسمه mk واخليهم فيه space بالشكل ده لو اعملت enter هنا هتلاقيه اعمل لي فولدر لوحده اسمه m وفولدر لوحده اسمه k طب عشان اعمل فولدر اسمه mk على بعضه اعملها ازاي اقوله makedier mk مبين double quotes وفيهم space هنا في النص فهتلاقيه اعمل لك هنا الفولدر بالشكل ده ممكن تعملها بشكل تاني برضه خلينا نمسح الفايل ده او الفولدر ده بنقوله مثلا makedier mk forward slash فبالتالي اعمل لي الفولدر برضه بنفس الشكل ده لو جيت هنا حتى قلت له rmdier ده اللي بي بيرموف الفولدر وقلت له m capital بعد كده forward slash او backward slash هو فيه تقريبا فولدر تاني اسمه m وبالمناسبة انت بتدوس تاب عشان تكمل ال automatic يعني مسلا ممكن تكتب rm بعد كده تدوس تاب وهو يقول لك المتاح عندك انك ممكن تستخدم عندك rm وعندك rmdier لو قلت له هنا دي ودوس تتاب هتلاقيه هو لوحده وكمل تمام طالما ما فيش نتايج تانية بتطعافك معي قلت له rmdier mw تمام بعد كده backward slash backward slash space هتلاقيه هو لوحده يكمل ال key لو دوس تانى تاب وقوله انتر فيروح مسح الفايل ده وبرضه بالنسبة للفولدر التاني rmdier انا عملت الملفات rmdier 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 key طيب اوكي خليها نكريت هنا فولدر اسمه macdier ونسمي الفايل test او الفولدر test هو already معمول خلاص اوكي مش مشكلة ونخد اخل جواه ونعمل مثلا فايل هقوله هنا مثلا cd test وهعمل هنا touch فلنفترض touch فايل اسمه file.txt تمام كاريت له هنا فايل في الفولدر اسمه txt وقلت له هنا rmdier الفولدر اسمه test وسيأتي crack بالخ소 هل رسمي حيث نرجع ال command اسمه rm وتمسح cen فهو بيمسح الفايلات فلو قلت له هنا التست هتلاقي بيقولك It's directory طيب هنا بيقولي directory is not empty يعني معناها الفولدر ده مش فاضي عشان تقدر تمسحه لان ظاهر كده ان RMDIAR مش همسح الفولدر الا لو كان فاضي و RM الوحدها اللي هو بدي تدليت الفايل بتقولك انا مش هقدر ادليت الفولدر ده لان ده فولدر انا بمسح فايلات بس طيب نتعامل في الموضوع ده ازاي؟ ببساطة ان انت هتقوله RM هنقاد فيتشور بقى لي الفولدر اللي اسمه للقومند اللي اسمه RM ونقاد فيتشور زيه عن طريق السويتشة فهنقوله داش ار تمام؟ تست فهيروح مسحه بالفايلات اللي جواها داش ار دي اختصار لكلمة recursive يعني امسح الحاجة دي هي والحاجة اللي جواها افضل اعمل loop كده على كل الفايلات اللي جواه ومسحة ومسحة الحاجة دي ذات نفسها تمام؟ داش ار في الغالب في معظم الكومند زي اللي شفتها معناها recursive بالنسبة للسيستم قومند بتاعت اللينكس جميل؟ طيب انا عشان اعرف السويتشيز دي اعرف السويتشيز دي وعرف هتعامل معها اعرفها منين واخد معلمات الحاجات دي منين بالزبط كل البساطة انك ممكن تقوله RM وهتضيف له سويتش برضو او هتضيف له option اسمه داش داش هيل تمام؟ فهيبتدي يعرض لك المحتوى بتاع الهيلب option بتاعته تمام؟ داش اف مثلا بتعمل force داش اف مثلا بتعمل لك حاجة اسمها prompt قبل ما تمسح اي حاجة يعني مثلا تفضل تعرض لك همسح ده همسح ده همسح ده بالشكل ده يعني وتقدر بقى عندك مثلا داش ار اللي قلنا عليه ده اللي هو ايه؟ recursive تمام؟ فاكرين لما قلت ان ال RM ما بتمسحش الفولدر تمام؟ فمسلا الاعمال هنا makeDyer من الفولدر اسمه test والفولدر ده فادي المفروض ان ار ام ر ام ما تمسحوش تمام؟ طب افرد انا عايز امسحو وأنا عارف ان هه فادي مش عايز استخدم ال RM dire تمام؟ خلينا شوف ال RM-R لوحدها هتمسحه على هي الزهار نيما ساحتو بس او بيقولك هنا كعامل بردو ليك انك ممكن تستخدم حاجة اسمها داش دي داش دي عشان تمسح الفولدر تمام الفاضي طيب فهنقوله هنا ار ام داش دي تمام الفولدر لاسمه تست برضو مسحه تمام بيبقى انت عندك ار ام داش ار لو الفولدر ده جواه فايلات و ار ام داش دي لو الفولدر ده حتى فادي تقدر تمسحه اه الكمند اللي بعد كده هو كات كات ده بيعرض محتوى فايل معين على الترميل فنفترض مثلا ان انا هدخل في او هعمل هنا فايل اه touch test.txt تمام وافتح الفايل ده واكتب مثلا this is a test letter this is only for test تمام واقفل الفايل ده ولو جيت هنا عملت كات للفايل اسم فهيبتدي يعرض لي محتوى الفايل ده على الشاشة عندي جميل اه اه ده ببساطة الامر كات الكومند دي كلها هنشوف ازاي انا من لها كومباينيشنز وندمجها مع بعض جواه مثلا حاجه اسمها الباشا سكريبت تمام وهتشوف فايل الفايل الحقيقية من استخدام الكومند دي اساسا دي انا حتى ليه نستخدم كومند لاين لحد النهارده او ممكن استخدام كومند لاين انها مثلا سكريبتبل قابلا انها تعمل لها اوتوميشن تحط حاجه ورا حاجه وتحط عليها كونديشن او شروط وتتنفذ ورا بعضها فاسرع طبعا من جي او اي اسرع من تنفيذ حاجه بجي او اي انا رقيت لك اعمل لي فولدر مثلا من سنة الفين لحد اده الفين واحد وعشرين اللي احنا فيها اعمل الفولدر مثلا ساميه اا الفين والفين والفين المواحد اثنين هتلاقي مسلا اقاد بالموز الكيبورد بيعمل كالكي مين كريت نوي فولدر ويسميه و الديني دي كلها بالكومند لاين تقدر تعمل موضوضة في سطر واحد في ثانية واحدة تمام تعمل كل الفولدر س دي فاحنا باستخدام الكومند لاين عشان اسرع وعشان اسكريبتبل وعشان تقدر تعمل فيها او تخلي المسابقة بالتحديد الامر عندك الـ command التاني اسمه grab المسابقة سنتعرف عليه ولكن نرى مثال عندنا هنا سطرين شبه بعض شوية هنا شبه جميلة اسمه test letter يأخد حاجة من وسط كلامه يطلع هالك بمعنى انه هو بمثلا لو انت عندها تكست فايل كبير جدا فانا افترض في مجموعة من الاميلات فانت بتدور على ايميل مثلا ان يبتلي بكلمة مثلا زي هاي او بيبتلي بكلمة زي مصطفى عندك احمد وعلاق وعمر والدنيا دي فانا بقول لي مثلا يا جريب دور على الفايل التكست ده على حاجة فيها كلمة مصطفى تمام في الاميلات مثلا اللي موجودة عندي فببساطة جدا انا قطة هنا جريب لي مثلا كلمة لتر في الفايل اسمه تست تست دوت تي اكس تي فهتلاقي زي سز تست لتر ما جاب ليش السطر التاني جاب لي السطر ده بس فهو عمل جريب لكلمة لتر لوحدها طيب لو كتبت كلمة ديس المفروض ان ديس موجودة في السطرين فهيجيب للسطرين تمام زي ما انتو شايفينه حتى معلمهم لي بالاحمر الكلمة اللي انا تحديدا عايزة طيب ممكن لو قلت له مثلا فور دي موجودة في السطر التاني مش موجودة في السطر الاول فجاب لي الكلمة موجودة في السطر التاني تمام طبعا فيه اوبشنز كتيرة جدا تقدر تضيفها للجريب ده ونقدر نشوف حاجات كتيرة جدا امثل عليه بس ده كمثال بسيط للجريب لانه هو كومند كبير جدا وبيستخدم حاجة اسمها الريجلر اكس بريشن وهنبقى نتعرف عليها قدام ازاي نستخدمها في التفصيل تمام تمام في الجزء اللي بعد كده كومند تاني اسمه فايل فايل ده بيقول لك نوع الفايل ايا كان هو ايه عندك يعني مثلا لو صورة هيقول لك دي صورة لو تكست فايل هقول لك ده اسكي تكست فايل على حسب هتقول لي كومند زي ده ممكن استغيله في ايه او ممكن استفيده في ايه او استفيد منه في ايه الفكرة كلها انك ممكن مثلا تبقى فيه صور زي البي انجي الجي اي اف الدنيا دي كلها في الاول في الاخر اسمها صور فانت عايز تدور على الصور اللي عندك بالكامل تمام ايا كان الاكستنشن بتاعتها يعني مثلا عندك الاغاني مثلا او الصوتيات او اي حاجة فيها صوت بتتاسم مثلا الوايف او في حاجة اسمها رم مثلا فايل وفي حاجة اسمها الامب سري فأنا عايز ادور على اي حاجة فيها اوديو فممكن اقول له ايه والله يلف في الفولدرات بتاعتي كلها ممكن اعمل باشي سكريبتي يلف في الفولدرات بتاعتي كلها ويستخدم القمد اللي اسمه فايل ولو اتلاقي ان هو جي ينفذ القمد ده على كل فايل عندي وتلاقي الفايل ده اسمه ايميج ايا كانت الاكستنشن بتاعته صورة بقى مثلا بي ان جي جي اي اف ايا كان صورة ايه هتهالي انا عايز الصور لمنها ده فبالتالي تقدر تجيب لك كل الصور اللي موجود عندك بكل الاكستنشن بتاعتها كومنت زي ده ممكن تستخدمه في حاجة زي دي ممكن تتعرف به عن نوع فايل انت ممكن ما تكونش عارفه فهتبتدي تتعرف ايه الفايل ده بتاع ايه بالزبط او الاكستنشن دي بتاع ايه بالزبط تمام؟ عندينا كومنت تاني اسمه هيد او هيد هيد ده بيعرض لك اول عشر سطور في اي فايل فعلى سبيل المسال لو رحنا هنا للفولدر بتاعنا ده اللي هو الروت ديريكتري ده هتلاقي فيه فايل هنا في حت اسمه ال-etc فيه فايل اسمه passwd خليها نروح للمباشرة عشان ما نقودش ندور اي تي سي تمام؟ فيه فايل هنا زريف جدا اسمه passwd فاحنا عندنا بكل بساطة الفايل ده تقدر ان انت مثلا تارد اول عشر سطور فيه فيه مثلا لو انت عندك فايل كبير وعايز اول عشر سطور فيه فانك تقول له هيد او هيد تمام؟ اي تي سي تمام؟ ال-passwd او الفايل ده فهيبتدي اعرض لك اول عشر سطور فيه طبعا تقدر تغير الاول عشر سطور دولت بانك تحط مثلا او ال-n فاديف فاتشور ان انت تعدد عدد السطور بتاعتك فاديف خمسة فكده انا حددت عدد السطور ان انا عايز اول خمس سطور بس تمام؟ ممكن تخليهم عشرة ممكن تخليهم عشرين هو ال-default بتاع عشرة ممكن تخليهم عشرين تلاتين على حسب ما انت عايز حتى لو الفايل كبير جدا المشيء الفايل ده كل اللي بيحتويه بسلا هو اسم ال-groups بتاعتك وال-users اللي عندك تمام؟ وال-home او ال-director بتاع الحاجة اسمها ال-programs بتاعتهم او الـ ال-scriptات اللي قدروا ينفزوها او ال-programs اللي قدروا ينفزوها بان ارجع للقصة دي بازن الله تاني قدام طيب زي ما قلنا ده ال-head بالنسبة او ال-head بالنسبة ان هو يعرض لك حاجة معانا طبعا ال-head دوت زي ما قلنا ده يعطمر فيتشور بتاعته ودي ال-option بتاعته يقدر يعرض اي فايل انت عايزه او محتوى بتاعه كذلك ممكن اعمل مثلا ال-head للفايل اللي اسمه test.txt اللي انا كنت عامله فهيبتدي يعرض لي السطرين انه ها بيعرض عشرة وانا عندي سطرين بس مش اكتر عكس ال-command بتاع-head في عندي command اسمه tail tail ده برضو بيعرض لي آخر عشر سطور في فايل فلو قلت له tail.atc.wd فبيبتدي يعرض لي آخر عشر سطور لو خلتها اه ب-m اعرض لي آخر سطر فهيبتدي يعرض لي آخر سطر عندي سانيا انا هشال لزق تلاتين في بعض اللي هو في اليوزر بتاعي والhome folder بتاعه اهو ودي ال-pin-pash ده اللي هو المكان اللي بي execute منه البرامج بتاعتي او بشغل منه البرامج بتاعتي عادة يعني او ال-system command بتاعتي اما كانت بتبقى في ال-pin-pash تمام طيب عندين اي تاني عندين حاجة اسمها ال-ps ده بيبتدي يعرض لي ال-process اللي موجود عندي ال-process بتاعتي اللي شغاله فانا مسلا عندي هنا ال-process اللي هي اللي شغالها ال-pash و-ps فحد ذاتها يعني اللي هي شغلتها دلوقتي دي البرامج او الحاجات اللي انا بشغالها و можем إذا صبح الدخول من ال-ps داش يو ويبطييد يعرض لي كل البرامج اللي بيشغالها اليوزر بتاعي تمام؟ فمسلا عا سبب المسال لو رحت انا شغلت هنا firefox وكتبت هنا PS-U demandé firefox يجب forth فحتلقي فايرفوكس اهو زى ما انتو شايفين موجود وانا عندي اساسا فتح فايرفوكس هنا طيب ده بالنسبة ال Ps في عندي كومند تاني اسمه كل كل ده بيقت البروزز معنا فممكن اقوله مسلا كل البروزز وادد له الاي دي بتاعها تمام البي دي الليه البروزز اي دي فمسلا ممكن ادد له البي اي دي بتاعها الليهه 4880 4880 فهي بتنعمل كل البروسيس دي و هتلاقي ان فايرفوكس مفروض يتقفل ما تقفلش ففيه مثلا في كذا بروسيس تاني دي تشالد بروسيس من البروسيس اللي هي فايرفوكس الاساسية فممكن اقول له مثلا ممكن تكون دي مش شالد بروسيس مثلا تعالي اقفله دي اللي هي ps5067 اسف هنقول له كل مش ps كل للبروسيس دي 5067 ps-u خلينا نشوف هنا البروسيس تاني تمام عندنا بروسيس ما 47 تمام 47 كل 57 فهتلاقي ان الفايرفوكس تقفل بتدي له حاجة اسمها البروسيس اي دي و دي كل بروسيس بتتراند في السيسلم ببقى لها اي دي مختلف عن التاني تمام عندنا حاجة اسمها الاسيو اسيو ده بينقلك ليوزر من يوزر ليوزر فلو قلت له اسيو مسلا انا عندي يوزر تاني غير بتاعي مسلا اسمه احمد فممكن اقول له اسيو احمد مسلا واني عاليوزر اسمه احمد فهقول له مسلا اسيو روت هاتي لنا النفسي للروت اكاوند بتاع السيسلم وده زي الادمنستريتور كده في الويندوز وديه البصور التاع الروت اللي انا كنت عامله لما كاريت الماشين فقلبني للروت لو قلت له اسيو مصطفى مثلا فهيبتدي يرجعني تاني لمصطفى تمام ده اللي هو الاسويتش يوزر الكمند ده طيب عندنا كومندين زريف جدا اسمه state state ده بيوريك حالة فايل معين فهم يقولنا له هنا مثلا state file اسمه test.txt فبيبتدي اعرض لك ان الفايل ده اسمه file.txt والsize بتاعه مثلا 42 بايت مثلا وهنا حاجة اسمها والديفايس ويوزر بتاعك اليوزر بتاعك اليوزر بتاعك اللي بكاريت الفايل ده اللي بريد ورائت آكسز عليه اسمه مصطفى اليو ايدي بتاعه او ال اليوزر ايدي الف والجي ايدي ده اللي هو ال group id اليوزر ده بقى من ضم groups تمام فالجروب اليوزر ده اسمه مصطفى ال id بتاعه الف والمصطفى ذات نفسه اليوزر ده ال id بتاعه برضو وكل يوزر فيه linux بيبقى ديه طبعاً فيه شوية كومنتز تاني وحاجات تانية نتعرف عليها قدام في الجزء اللي جاي لأنها مرتبطة بحاجة اسمها الاسبيشيال كاراكتر في لينكس وهنشوف فرضو حاجات زيادة عن الجريب وغيرها من الكومنتز الليها علاقة بالاسبيشيال كاراكتر دي وازاي تتنفذ في لينكس